في هذا المثال راح نطلع على كيفية التعامل مع موضوع الأسايمنتز في حال وجوده على البلاك بورد أول شي راح أدخل يوزر نيم الباسورد هلأ أول ما أدخل فيه عندي إذن كورسين باجه هون على ديمو كورس على سبيل المثال إنه هو اللي بيحتوي على الأسايمنتز أو الواجبات فبتطلع في الأسفل بلاحظ أنه هون عندي ثلاث واجبات واحدة اسمها تست هلأ تضغط على هاي تست عندك هون بيجين تضغط عليها هون بتلاحظ أنه في معلومات ديسكريبشن أعزاء طلاب أرجو إجابة أو أرجو إجابة جميع الأسئلة في هذا الامتحان What is Jordan Capital مثلا عمان What is the lowest point in Jordan اللي هي مثلا Dead Sea Save and Submit أوكي وهيك بكون أنا جاوبت الأسئلة الأولى أو الواجب الأول تمام فأعطاني اللي هي النقاط وعطاني النتيجة بكبس على الأوكي هلأ عندي السيرفي اللي هي عبارة عن استبيان ممكن المدرسين حطوه لكو إياه بكبس هون على السيرفي وأيضا على البيجين وهون What are the best tools for using e-learning in University of Petra إيش أفضل أدوات للتعامل مع e-learning مثلا بختار بالشكل التالي على سبيل المثال وعندي Save and Answer وهون هاي السيرفي كانت فقط عبارة عن سؤال واحد طبعا بالأسئلة ممكن تيجيك أنت مجموعة ولكن النسق والنمط اللي هي بنفس الطريقة Save and Submit بكبس على الأوكي ومرة تانية أوكي بالشكل التالي وهلأ آخر نقطة What is the benefits of e-learning هو عبارة أيضا عن assignment وبلاحظ هون حكالي أن هذا assignment عليه عشر نقاط عزاء الطلاب أرجو كتابة الفوائد من التعلم الإلكتروني وارفاقها في الملف الموضح في هذا الإعلان بلاحظ أنه هون عندي template طبعا هاي حاليا مش هرط أنها تكون موجودة ولكن قد توجد فبلك تقرأ وتنتبه إذا عندك template فبضغط على هذا template فبلاحظ أنه تم إنزاله وهلأ بفتح هذا الملف على سبيل المثال هاي طبعا في حال أنه وجد هذا الملف بلاحظه نفتح ملف رقم الطالب فرضا بهذا الشكل راح حطه اسم الطالب مثلا وهون باجي بحل الأسايمنت مثلا وعلى فرض أنه هاي كانت إجابتك واكتفيت بالإجابة هلا هون راح أعمل file وأعمل save هون راح أسكر الملف وأرجع أشوف إيش النقاط هلا text submission في حال إذا هذا الملف ما كان موجود تمام تيجي هون على write submission وبتكتب فيها أنه benefits تكتب benefits فرضا وهون إذا اكتفيت ممكن تعمل submit وإذا طلب منك إذا اكتبعت ملف بكل بساطة browse my computer بالشكل التالي اسم الملف كان template وبتعمل open هلا إذا حاب تضيف أي ملاحظات للمدرس أو مدرس المادي مثلا ممكن بالشكل التالي فهون إنت حطيت أي ملاحظة للمدرس وعندك فقط أنك تكبس على submit فبهذه الطريقة هذه أنواع الassignments اللي أنت ممكن تتعامل معها هلا بدأ أوضح نقطة أنه في حال وجدت الassignments وكان عليها علامات فعليا ما في امتحانات راح يتم عقدها بصورة إلكترونية أثناء فترة الانقطاع لأنه التعميم ما يجى من وزارة التعليم العالي هلا أي امتحانات وحتى لو كان عليها نقاط هذه فقط لقياس مدى تفاعل يعني بالنهاية اللي بيجاوب الassignments أو برفع مثلا أو بيجاوب الكوز مش راح يتم احتساب علاماتها من ضمن علامات فصل ولكن راح يتم أخذ أنه فلان وفلان وفلان حاضرين وامتابعين للمواد التعليمية وهذا الهدف من وجود بعض الassignments أو التست أو الكوزز ولكن ما تخلطوا بينها وبين علامات الفصلية فبرجع بأكد أنه الكوزز والسيرفيز والassignments مش راح يكون عليها علامات حاليا ولكن هي فقط لقياس مدى تفاعل الطلاب مع المحتوى الإلكتروني الشباب يعطيكم العافية إذا فيه أي أسئلة ممكن تطرحوها علينا من خلال الفيسبوك أو من خلال الإيميل الموجود في البلاكبورد وتأكدوا إن شاء الله راح نعمل على إجابتها في أسرع وقت ترجمة نانسي قنقر